يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة تم توقيع عقود جهاز فني جديد لمنتخبنا الوطني بقياة الكابتن حسام حسن أول مبارح كنت بتساءل ليه ما فيش عقد ليه ما فيش توقيع عقد ليه ما فيش حاجة رسمية كابتن حسام حسن مدير فني وأنا وغير استغرابنا ده مدرب لمنتخب مصر يوقع عقود بالمناسبة أنا أول مرة في حياتي في حياتي اللي شفت فيها كورة يعني شفت مدرب مصري نزداله صغر وبواقع عقود دايما كان المدرب المصري دي بيجي يمسك منتخب مصر كان بيبقى إيه اللي هو يا عم التمننا وعلينا ما فيش بين الحبايب عقود فالي هو عادي ده غلط الأول كان غلط بس يتعامل النهاردة صح عقد وأتمنى وأتمنى وطبعاً اتحاد الكورة كالعادة يعني ما يحبش يدينا المعلومة كاملة كالعادة أتمنى يكون فيه أهداف واضحة يكون فيه كلام في العقد واضح أنت عندك هدف أنك مثلاً مثلاً توصل نهاية كأس الأمر الأفريقية 2025 أنك توصل كأس العالم وتتسعى من الدول الأول دي تكون أهداف مكتوبة في العقد بغض النظر إيه هي بالمناسب يعني إيه؟ يا أمامك أنت كالتحاد الكورة أهدافك مع المدير الفني الجديد أنك تعمل لي منتخب جديد تنزل بمعدل عمر 3-4 سنين أنا مش مش تتني منك كاس الأمر الأفريقية ولا مش تتني منك كاس الأمر طبعاً ده كلام ما ينفعش يحصل بس تبقى أقول مثلاً بس تبقى أهداف واضحة تبقى أهداف واضحة للمدرب ومهم جداً تبقى أهداف واضحة للمحن كمان يعني مثلاً أنا هاجي ليه ألوم على الكابتن حسام حسن أنه ما يكسبش كاس الأمر الأفريقية 2025 لو مش موجود في الأهداف في العقد أنه لازم تكسب كاس الأمر الأفريقية 25 ليه ألومه؟ إذا كان أنا أصلاً رايح البطولة دي ومش عامل حسابة لأنا أكسبها زي ما حصل مع فيتوريا مع فيتوريا العقد بتاعه ما كانش مكتوب فيه أنه لازم يكسب كاس الأمر الأفريقية فالراجل خلص الكاس الأمر ما طلع من دور الستاشر وهنومي الراجل إزاي وأنا أصلاً الأهداف دي مش مكتوبة لي في العقد لكن الهدف اللي مكتوب لي في العقد بتاعي أنه أنا أوسط كاس العالم وإحنا لسه شغالين فمهم جداً يكون فيه أهداف وأرجوكم يعني أرجوكم يعني بطلب من اتحاد الكورة والله العظيم مش عيب أنك تعرفني أنا أنا الجمهور جمهور مصر إحنا يعني عرفني الأهداف إيه؟ عشان يعني نتعامل معاك على أساسها ببساطة يعني بس يعني خطوة عظيمة أن احنا يبقى في المدرب المصر بيمدي عقد هو جهازه المعاون النهاردة تم الإعلام بقى بشكل كامل عن تشكيل الجهاز الفني المنتخب مصر كان لسه فيه بعض النواقص يعني كابتن حسان محسن مدير فني كابتن برمي حسن مدير منتخب كابتن طريق سليمان مدرب عام وانضم ليهم الكابتن محمد عبد الواحد مدرب مساعد على فاكرة قدير جداً كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى وكمان توريني البقى الجهاز عشان تبتجرون مني البرازيلي مانويل برونوفو مدرب أحمال عشان كان فيه برضو ناس كتير قوي بتقول انه كابتن حسان حسن مش هيبقى معه مدرب أحمال وليد بدرق مدير إداري وتمر استقراء على الجهازين الطبي والإداري وعرفت كمان ان محمود سليم مكمل كمحلل للأداء محمود سليم كان مع فيتوريا وكان قابلها مع كيروش والآن مكمل مع كابتن حسام حسن وايضاً الزميل العزيز محمد مراد منصق علامي للمنتخب أيضاً مستمر فيه منصبه أيضاً من الكفايات الكبيرة والمهمة ده تشكيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطن اللي ان شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق يا رب كل التوفيق هلوكم معلومة كمان وبعاكد هقول لكم رأي كمان حابب أقوله الرواتب بتاعت الجهاز الفني المنتخب مصر الأول رواتب لطيفة طبعاً بالمكانة بألافات الدولارات اللي كيتتطفع من قبل يعني حسام حسن هياخد مليون جنيه شهرياً إبراهيم حسن هياخد 750 ألف جنيه شهرياً طريق سليمان 175 ألف جنيه محمد عبد الواحد 60 ألف جنيه وسعفان صغير 100 ألف جنيه وليد بدر هياخد 70 ألف جنيه دي الرواتب بتاعت الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الوطن